السلام عليكم ازايكم عاملين ايه النهاردة هنضيف لسان العصفورة على الشعرية على الرز العادي الرز المصري العادي بتاعنا ونعمل منهم رز بطريقة مختلفة جربوه هيعجبكم اوي اول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا اللي هنعمل فيها الرز ونحطها على النار ونحط فيها حوالي خمس معالق كبار زيت ونسيب الزيت ده يسخن بعد كده نحط على الزيت كباية لسان عصفور هنحمر لسان عصفور ده هنحمره 3 اربع تحمير فقط اول ما لسان العصفور يوصل للون ده هو كده 3 اربع تحمير هنضيف عليه كباية شعرية ونحمر الشعرية مع لسان العصفور الشعرية تحمر ولسان العصفور يكمل تحميره نفضل نقلب في الشعرية ولسان العصفور باستمرار عشان ما يتحرقش مننا جزء وجزء تاني يكون لسه محمرش نفضل نقلب فيهم باستمرار لحد ما الشعرية ولسان العصفور يحمروا وياخدوا نفس اللون يعني لازم اللون بتاحهم يكون زي بعضه او مثلا مقارب لبعضه هنفضل كده نقلب باستمرار ويا ريت النار اللي تكون تحت الحلة تكون متوسطة ما تكونش سخنة جامد عشان ما يتحرقش مننا كده الشعرية ولسان العصفور تحمروا اللون بتاحهم متقارب من بعضه جدا اهو دلوقتي هنضيف كباية رز يعني الكميات متساوية كباية رز كباية شعرية كباية لسان العصفور نضيف الرز ونشوحوا شوية صغيرين مع الشعرية ولسان العصفور يدوب الرز بس يسخن يعني يدوبه يكون سخن انا ما بشوحوش كامل او بشوح مدة طويلة بس يدوب بس ياخد من حرارة الزيت وياخد سخونة لسان العصفور والشعرية بعد كده هنضيف المية الكمية دي احتاجت مني كوبايتين ونص مية بس انا بحط المية كده بالنظر بحط المية يدوبها تغطي كمية الرز والشعرية واللسان العصفور اللي عندي بعد كده بضيف معلقة صغيرين ملح ومعايا كمان مكعب مرق الدجاج بهرسه كده واضيفه على الرز بعد كده اقلبهم كويس مع المية والرز والسان العصفور والشعرية طبعا زي ما قلتلكم النار بتكون متوسطة بغطي الحلة واول ما الرز يتشرب المية اللي فيه بغطي خالص عليه واسيبه حوالي تلت ساعة وده شكل الرز بالشعرية باللسان العصفور بعد مستوى شايفين قد ايه مفلفل وجميل كل حباية لوحدها الشعرية لوحدها لسان العصفور لوحده مش معجن خالص بالشكل ده جربوا طريقة الرز بالشعرية باللسان العصفور طريقة جديدة بتغير طعم الرز خالص او بتخلي الرز نعمله بطريقة مختلفة غير الطريقة التقليدية اللي بنعمله بيها ينفع في العزومات جدا وكمان ينفع في البيت عادي وكمان موفر للرز احنا عارفين طبعا ان 8 الرز اغلى من 8 مكرونة او سعر الرز اغلى من سعر المكرونة فده يعتبر موفر في كمية الرز اللي بنستخدمها وكامل المكارونات زي الشعرية والسانة العصفور بتزيد جدا وإحنا بنطبخها فبتدينا كمية كويسة والسلام عليكم